اهلا بكم الى موجز احداث افريقيا على قناة الحدث الافريقي اشهدت الولايات المتحدة الامريكية برئيس السومالية حسن الشيخ محمود لاتخاذه قطوات مهمة للوفاء بمعايير رفع حظر الاسلحة المفروض على بلاده واشار السفير الامريكي لدى الصومال لاري اندريه الى ان الحد من التسلح يساعد الصومال على تسهيل متطلبات مجلس الامن الدولية برفع العقوبة عنها واضاف نرحبه بتقدم الجديد بالثناء الذي احرزته حكومة الصومال الفيدرالية في ادارة الاسلحة والمخزونات مؤكدا ان التعديلات التي ادخلت على القرار الحالي تعكس هذا التقدم والاعتراف بالعمل الذي وصل الصومال القيم به حددت رئاسة الجمهورية الموريتانية مساء امس الاربعاء اوقات الدوام الرسمي في الدوائر العمومية خلال شهر رمضان المبارك وقالت الرئاسة ان الدوام الرسمي من يوم الاثنين الى يوم الخميس سيبدأ من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الخميسة مساء وحددت الساعة التاسعة صباحا لبدء الدوام يوم الجمعة ومنتصف النهار لانتهاءه واستثنت رئاسة الجمهورية من العمل وفق هذا الدوام القوات المسلحة الوطنية وقوات الامن المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية الاذاعة والتلفزيون ووسائل الاتصال الاداري والبريد والمواصلات قال الفريق جلال تاور الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني ان المواقف التي تم الاعلان عنها لتوقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية والدستور وتشكيل الحكومة المدنية الجديدة قد تقابلها بعض العقابات التي قد تغير توقيتات المعلنة واضاف تاور في اتصال مع سبوتنيكا الاربعاء ان بعض الاطراف من المذكورين ضمن العملية السياسية لم يحضروا حتى الان الاجتماعات الاخيرة وهم الاتحاد الديمقراطي وجبريل ابراهيم ومنيه اركو مناوي واعتبر ان هذا مؤشرا غير ايجابي يوضح الخلافة داخل مجموعة الاتفاق الاطاري وقلة عدد المتفقين عليه هكذا مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه على مدار سنوات الثماني المضية كان المحور الاساسي لعمل الدولة المصرية يركز على بناء الانسان المصري وضيفا انه قبل ثماني سنوات كانت المساحة المعمورة في مصر لا تتجاوز سبعة بالمئة واليوم يتحدث عن مساحات معمورة تصل الى اثنى عشر بالمئة من اجمالي مساحات الدولة المصرية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مصطفى مدبولي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الادارية الجديدة اجتماعا مع وفد فرنسي ضم كلا من بير لولوش وزير تعاون الاوروبي الاسبق وفاليير بويي عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي واليكسندر ديلفال الصحفي بجريدة الفجر الفرنسية وانتوني كولونا الصحفي بموقع فاليير اكتويل وميشيل سابان الكاتبة والناشدة في مجال المرأة والطاقة البديلة وفرنسيسكو ديريميدز الصحفي بجريدة الجورنال الايطالية كما حضر الاجتماع الدكتور عبد الرحمن علي رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة البوابة ورئيس مركز دراسة شرق الأوسط بباريس الى هنا نأتي الى نهاية المجز دمتم في امان الله الى اللقاء اشتركوا في القناة